في بلغ لوزارة العدل والحريات المغربية وزير العدل المصطفى الرميد اتصل اليوم بنظره الإسباني ألبيرتو رويس جاردون وأبلغه انشغال الحكومة المغربية بسبب نشر موقع جريدة البيس الإسبانية لشريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يتضمن دعوة صريحة لارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة وما يكتسيه نشر شريط يدعو إلى الإرهاب من خطورة على سلامة وامن المواطنين المغربة وممتلكتهم البلاغ أوضح أن هذا الاتصال يتبع للبحث الجاري مع المسؤول عن الموقع الإلكتروني لكم بسبب نشر شريط منسوب لتنظيم القاعدة يتضمن دعوة صريحة لارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة المغربية وحسب البلاغ فإن الشريط يتم الولوج إليه عن طريق الرابط الإلكتروني للصحفة الإسبانية التي نشرته بسيغته الأصلية باللغة العربية ما يعني أنه موجه للناتقين بالعربية عموما والمغاربة خصوصا وذكر المصدر بأن الحكومة المغربية قد قررت مقاضات جريدة البيس لدى الجهات القضائية الإسبانية المتخصصة